الكائنات الحية الجهاز الهضمي في الإنسان نعلم جميعا أن الكائنات الحية تتميز بصفات وخصائص مشتركة تقوم بها أجهزة متخصصة داخل جسم الكائن الحي مما يساعده على البقاء والاستمرار في الحياة ومن هذه الصفات أي الصفات المشتركة التغذية والتنفس والنقل والإخراج والإحساس والحركة والتكاثر مما يتركب جسم الكائن الحي يتركب من مجموعة من الأجهزة المتخصصة مثل الجهاز الهضمي والجهاز الدوري والجهاز التنفسي والجهاز البولي والجهاز التناسلي والجهاز العصبي لنرى معا هل استوعبتم ما قلناه فنطرح سؤالا من الصفات المشتركة للكائنات الحية التغذية فقط؟ أم التنفس فقط؟ أم التغذية والتنفس وصفات أخرى؟ اختر الإجابة الصحيحة واضغط عليها أحسنتم التغذية والتنفس وصفات أخرى هيا معا لنرى النشاط رقم واحد أجهزة جسم الإنسان أمامكم بعضا من الصور؟ بالاستعانة بصور بعض أجهزة جسم الإنسان ضع اسم الجهاز المناسب أمام كل وظيفة يقوم بها في الجدول التالي الوظيفة التغذية والهضم اسم الجهاز أنا أجيب التنفسي صواب أم خطأ؟ اضغط على الإجابة الصحيحة أحسنتم هو الجهاز الهضمي أما وظيفة النقل فيقوم بها الجهاز الدوري ووظيفة التنفس يقوم بها الجهاز التنفسي مما سبق يتضح أن جسم الإنسان يتركب من عدة أجهزة وكل جهاز منها يقوم بوظيفة محددة وكل هذه الأجهزة تعمل في تناسق وتكامل من أجل استمرار حياة الإنسان هيا نتعرف سريعا على هذه الأجهزة الجهاز الهضمي يقوم بهضم الغذاء وامتصاصه الجهاز التنفسي يقوم بالتنفس الجهاز الدوري وظيفته نقل وتوزيع الغذاء المهضوم والأكسجين على جميع خلايا الجسم الجهاز العصبي يجعلنا نحس ونسمع ونرى ونشم ونتذوق أما الجهاز البولي فيخلص الجسم من المواد الضارة والجهاز التناسلي وظيفته التكاثر بإنتاج أفراد جديدة مشابهة للأصل هيا بنا ندرس أولا الجهاز الهضمي في الإنسان ما فوائد الغذاء بالنسبة للكائن الحي؟ يوفر الغذاء الطاقة الضرورية لتشغيل الجسم سواء كان في نشاط أو عدم نشاط حتى خلال النوم يحتاج جسم الكائن الحي إلى طاقة تساعد أجهزته المختلفة للقيام بوظائفها هل فكرت يوما عندما تتناول الطعام أين يذهب هذا الطعام؟ إلى الجهاز الدوري؟ أم إلى الجهاز الهضمي؟ أحسنتم إلى الجهاز الهضمي وماذا يحدث له؟ تعالوا لنرى الغذاء كالخبز والفول واللحوم والجبن يكون في صورة معقدة وأثناء مروره في الجهاز الهضمي يتحول إلى صورة بسيطة لكي يستفيد منه جسم الإنسان فالهضم هو تحويل الغذاء من صورة معقدة إلى صورة بسيطة يستفيد منها الجسم النشاط الثاني تركيب الجهاز الهضمي انظروا معي إلى الرسم فالرسم المقابل يوضح الجهاز الهضمي هيا معا نكتب مكوناته المكون الأول تجويف الفم والثاني الغدد اللعابية والثالث البلعوم والمكون الرابع المريء والمكون الخامس المعدة والسادس الكبد والسابع البنكرياس أما المكون الثامن فهو الأمعاء الدقيقة والتاسع الأمعاء الغليظة والعاشر المستقيم والمكون الأخير الحادي عشر فتحة الإس أو فتحة الشرج الجهاز الهضمي يتكون من مجموعة من الأعضاء تتصل ببعضها على شكل أنبوبة طويلة تسمى القناة الهضمية وملحقاتها من الغدد الهضمي فالقناة الهضمية يصل طولها من تسعة إلى عشرة أمتار تبدأ بفتحة الفم وتنتهي بفتحة الشرج أو الإست والغدد الهضمية هي الغدد اللعابية والكبد والبنكرياس نسأل سؤالا يبلغ طول القناة الهضمية تسعة أمتار تقريبا أو ثلاثة أمتار أو عشرين مترا اختل الإجابة الصحيحة أحسنتم تسعة أمتار تقريبا هيا نرى معا مكونات الجهاز الهضمي رقم واحد الفم هو تجويف يوجد به الأسنان واللسان وتفتح فيه الغدد اللعابية الأسنان عدد الأسنان الدائمة في الإنسان البالغ اثنتان وثلاثون سنة بالفكين أي ست عشرة سنة في كل فك مقسمة إلى أربع قواطع ونابين وعشرة دروس تقوم القواطع بتقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة والأنياب تمزق الطعام مثل اللحم وتقوم الدروس بطحن الطعام حتى يسهل بلعه وهضمه نسأل سؤالا عدد الأسنان في كل فك ثمانية أسنان صواب أم خطأ أحسنتم اللسان ما هي فائدة اللسان أولا يقلب الطعام داخل تجويف الفم ويخلطه باللعاب ويساعد على بلعه هل هذه الفائدة فقط؟ لا ثانيا نتذوق به الطعام هل هذا فقط؟ لا من أهم الفوائد رقم ثلاثة اللسان هو عضو الكلام الغدد اللعابية عددها ثلاثة أزواج تفرز سائل اللعاب والذي يحتوي على إنزيمات والإنزيمات هي مواد هاضمة تعمل على هضم المواد النشوية وتحويلها إلى مواد أبسط منها هي السكريات المواد النشوية مثل الخبز اقرأ وتعلم معلومات إضافية جيدة الأسنان اللبنية الأسنان اللبنية هي أسنان تتكون في مرحلة الطفولة وهي أسنان ضعيفة عددها عشرون سنة عشر أسنان في كل فك مقسمة إلى أربع قواطع ونابين وأربعة دروس ويتم استبدال الأسنان اللبنية الضعيفة في مرحلة الطفولة بواسطة أسنان دائما قوية قبل سن الثانية عشر اللسان يحول الصوت الناتج من الحنجرة إلى كلمات مفهومة فهو عضو الكلام النكاف هو مرض فيروسي يصيب الغدد اللعابية الموجودة أسفل الأذن ويسبب تورمها ثانيا البلعوم هو تجويف مشترك يؤدي إلى المريء والقصب الهوائية فهو ممر مشترك للطعام والهواء وسنرى بعد ذلك إن شاء الله كيف يمرر الطعام ويمرر الهواء وحده ثالثا المريء هو عبارة عن أمبوبة عضلية يمر خلالها الطعام بعد بلعه ليصل إلى المعدة رابعا المعدة انظروا معي إلى هذا الرسم وهذا الشكل الذي يوضح المعدة هي عبارة عن كيس عضلي يعمل على خلط الطعام بعصاراته الهاضمة وبعد عدة ساعات يتحول إلى مادة شبه سائلة ويحدث بها هضم غير كامل للمواد البروتينية بواسطة العصارة المعدية ثم ينتقل الغذاء بعد ذلك إلى الأمعاء الدقيقة خامسا الأمعاء الدقيقة هي أمبوبة يبلغ طولها حوالي سبعة أمتار وهي تلتف داخل تجويف البطن وتبدأ بالاثنى عشر ثم اللفائفي والاثنى عشر تصب فيه العصارة الصفراوية التي تفرز من الكبد والعصارة البنكرياسية التي تفرز من البنكرياس أما اللفائفي يلل اثنى عشر وتصب فيه العصارة المعاوية ويتم فيه الهضم الكامل لأنواع الغذاء المختلفة من نشويات وسكريات ودهون وبروتينات ثم امتصاص الغذاء المهضوم سؤال طول الأمعاء الدقيقة يبلغ خمسة أمتار أم سبعة أمتار أم مترا واحدا أحسنكم سبعة أمتار النشاط الثالث ما هي وظيفة العصارة الصفراوية انظروا معي أحضر أمبوبة بها كمية من زيت الطعام ثم أضف إليها عصارة صفراوية لطائر ورجها جيدا ماذا تلاحظ الملاحظة يتكون مستحلب دهني ماذا تستنتج الاستنتاج العصارة الصفراوية تساعد في هضم الدهون حيث تحولها إلى مستحلب دهني حيث إنها تفتتها لسهولة الهضم الامتصاص يتم امتصاص الغذاء المهضوم من خلال جدار الأمعاء الدقيقة اللفائفي ليصل إلى الدم الذي يوزعه على جميع أجزاء الجسم سادسا الأمعاء الغليظة انظروا معي إلى شكل الأمعاء الغليظة فهي أمبوبة عضلية تبدأ من نهاية الأمعاء الدقيقة وتنتهي بفتحة الشرج التي تقع في نهاية المستقيم ويتم امتصاص الماء من فضلات الطعام من خلالها ثم يتم طرد الفضلات خارج الجسم عن طريق فتحة الشرج أو الإست اقرأ وتعلم ما هي أهمية الماء في عملية الهضم؟ يساعد على تفكك المواد الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة يستفيد منها الجسم ما هي أهمية الغذاء؟ أهمية الغذاء رقم واحد الكربوهايدرات مثل النشا والسكر والدهون تمد الجسم بالطاقة ثانيا البروتينات تساعد على نمو الجسم وتعمل على التئام الجروح ثالثا الفيتامينات تقل جسم من الإصابة بالأمراض سؤال هام كيف تحافظ على صحة الجهاز الهضمي؟ أولا مضغ الطعام جيدا ليسهل بلعه وهضمه ثانيا عدم الإفراط في تناول الأطعمة المحتوي على كميات كبيرة من الدهون لأنها تسبب الأمراض ثالثا عدم شراء الطعام من الباع الجائلين حتى لا تصاب بالأمراض المعدية رابعا الابتعاد عن تناول الطعام المحتوي على مكسبات الطعم واللون والرائحة خامسا ممارسة الرياضة بانتظام لتنشيط الجسم والحفاظ على سلامته سؤال هام عدم مضغ الطعام يحافظ على الجهاز الهضمي؟ صواب أم خطأ؟ أحسنتم سؤال آخر الوجبات السريعة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون تكون غير مفيدة للجسم صواب أم خطأ؟ أحسنتم ملخص الدرس الجهاز الهضمي يتكون من القناة الهضمية وملحقات القناة الهضمية القناة الهضمية الفم البلعوم المريء المعدة الأمعاء الدقيقة الأمعاء الغليظة أما ملحقات القناة الهضمية فهي الغدد اللعابية والكبد والبنكرياس